السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصدقاء العزيزي مرحبا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ده موقع سوق بكر زي ما احنا شايفين اي حاجة محتاجها في العربيات اي ريبيو عن عربية معينة اي مقارنات كل حاجة هتلاقيها ان شاء الله موجودة في الموقع النهاردة كل اللي هنعمله ان احنا هنشوف استطلاعات الرأي اللي احنا كنا بننزلها على القناة ونشوف رأي الناس فيها أول استطلاع رأي معنا هل تعتقد ان سوايست دي اكس سري سعرها مناسب لامكانياتها ولا السعر قليل مقارنة بمنافسينها ولا السعر غالي ده كان 486 صوت وزي ما احنا شايفين 14% منهم قالوا السعر مناسب جدا 3% السعر قليل بالنسبة لامكانياتها و84% السعر غالي ومبالغ فيه وهو فعلا سعرها غالي ومبالغ فيه دي كنا عملنا عنها اتنين بس مباشر في اول يوم من اطلاقها وبعد كده عملت فيديوهين شرح تفاصيلها بالكامل ممكن ترجع للينك الفيديوهين في القناة علشان تتفرج عليهم وتعرف كل تفاصيلها الدي اكس سري والدي اكس سيفن الاستطلاع التاني معنا تفتكر لو حبيت تبيع عربية بعد ما اشترتها عشان مثلا اخدت فيها مقلب او ما طلعتش زي ما كنت متوقع هتخسر كام في المية من تمنها لو كانت مستعملة وهم حاجة دي مستعملة اللي داخل التصويت 848 شخص 30% قالوا هتخسر 10% من تمنها 26% من الناس قالوا هتخسر 20% من تمنها 44% من الناس قالوا هتخسر 30% من تمنها الكلام ده عربية مستعملة طبعا بالنسبة للعربية المستعملة الكلام ده مش مزبوط لو خسرت على اقصى تقدير هتخسر 10% طالما اشتريت كويس يبقى هتعرف تبيع كويس ان شاء الله بالنسبة للاستطلاع التالت تفتكر لو حبيت تبيع عربية بعد ما اشتريتها عشان مثلا اخدت فيها مقلب او ما طلعتش زي ما كنت متوقع هتخسر كام في المية من تمنها لو كانت زيرو 515 صوت شاركوا في الاستطلاع ده 25% من الناس قالوا هتخسر 10% من قيمة فلوسك اللي دفعتها تمن العربية الزيرو 27% من الناس قالوا هتخسر 20% من تمنها 48% من الناس قالوا هتخسر 30% من تمنها هو الواقع انت لما بتيجي تبيع عربية مستعملة مبدئيا لو عربية في السعر الاقتصادي اللي هي في حدود الـ 200-250 الف بتخسر مش اقل من 25 الف جنيه اللي هو يعتبر 10% من تمنها وطبعا الكلام ده في حالة انت بعتها بعد ما اشترتها بكزا شهر يعني العربية ما كملتش الـ 10,000 كيلو اللي استطلاع اللي بعد كده هل تعتقد ان العربية الزيرو اللي هتشتريها موديل 20-20 هتكون افضل ان العربية مستعملة موديل حديث بنفس السعر اللي دخل الاستطلاع ده 379 46% منهم اكيد افضل كفاية انها زيرو 54% قالوا المستعمل افضل واعلى في المواصفات وهي دي فعلا الحقيقة ان المستعمل افضل واعلى في المواصفات اهم حاجة طبعا تكشف عليه في التوكيل وتجيبه موديل حديث الاستطلاع اللي بعد كده هل تعتقد ان الغاز الطبيعي كواقود للسيارات افضل من البنزين اللي دخلوا الاستطلاع ده 727 62% قالوا الغاز الطبيعي بيوفر لكنه بيدمر المحرك 16% قالوا الغاز الطبيعي افضل لانه بيوفر وبيحافظ على المحرك 22% قالوا البنزين افضل من الغاز الطبيعي هو طبعا الواقع في الموضوع ده ان الغاز الطبيعي في العربيات الحديثة بيوفر وبيحافظ على المحرك ولكن في العربيات الاديمة اللي مواترها مستهلكة حتى لو المطور 70% اكيد طبعا بيكون له ضرر على المحرك لانه يعني الناس الميكانيكية بيسموه وقود حامي حامي لانه هو فعلا المحركات الاديمة ما بتستحملوش بعد كده استطلاع رأي كل الناس عارفة كويس ان الصناعة الصينية سيئة وخامات رخيصة ومرأة صغيرة ودليل على كده انك لما بتروح تشتري قطعة تغيار بتبعد عن الصيني ولو سألت محلات قطع الغيار والمستولدين ومراكز الصيانة والميكانيكية هتسمع المقولة الشهيرة ابعد عن الصيني ما رأيك في هذه المقولة اللي شارك في استطلاع الرأي ده 898 صوت 41% منهم قالوا اكيد الصيني صناعة سيئة 5% قالوا بالعكس الصيني صناعة جيدة 54% من الناس قال اعتقد ان الصناعة الصينية كانت في بدايةها سيئة ولكن الان افضل طبعا اول اللي احنا شايفينه من العربيات المنتجة في الصين ومن قطع الغيار المنتجة في الصين انها حتى الان هي سيئة يمكن ده راجع لان المستورد المصري هو اللي بيجيب حاجة مش مصبوطة هو اللي بيجيب حاجة رخيصة هو اللي بيجيب حاجة عشان يوفر فيها اكتر ولكن اللي همنا ان اللي بيخش مصر هي الصناعة الصينية السيئة استطلع اللي بعد كده هل تعتقد ان السهرات الكهربية والهايبرد هيكون عليها اقبال في مصر اللي دخل استطلع الرأي ده 1300 شخص 42% قالوا نعم بالتأكيد العربات الكهربية والهايبر هيكون عليها اقبال 5% قالوا مستحيل 53% قالوا مصر غير مستعدة لاستقبال هذا النوع من السيارات هو فعلا في الواقع ان مصر غير مستعدة لاستقبال النوع ده من العربيات حتى بعد ما فتحوا استيراد العربيات دي حتى الان مراكز الدعم ومراكز الخدمة ومراكز الصيانة مش موجودة محطات الشحن عددها قليل جدا ما تكفيش يعني لحد دلوقتي ماينفعش نفتح استقبال نوع جديد من السيارات وواضح ان الشعب المصري عايز يخش في مجال السيارات الكهربية وبعد كده بعد ما يجيب عربيته لا يلاقي حد يصلحها ولا يصينها ولا حد بيفهم اصلا فيها واغلب المهندسين والميكانيكية بيخافوا يشتغلوا في عربية كهربية خوفا من ان هو يتصعق لان هو طبعا منشغال في حاجة مش فاهم فيها اللي ستطلع اللي بعد كده هل تعتقد ان حملة المقاطعة حققت نجاح وان اسعار العربيات الجديدة اصبحت عادلة؟ في 6% من الناس قالوا اعتقد ان الاسعار اصبحت مناسبة 86% من الناس قالوا لا اعتقد ان الاسعار لا تزال غير عادلة 7% من الناس قالوا حملة المقاطعة لم تحقق اي نتيجة وهو في الواقع فعلا النتيجة هي الحالة المادية اللي الناس بتعيشها واللي معاه قرش مخليه علشان الاكل والشرب والمدارس وباقي الالتزامات ومحدث بيفكر يجيب عربية في الوقت الحالي في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت معلومة مفيدة اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة